اشتركوا في القناة هي اول تجربة لقناة جهوية في محيطنا الاقليمي وهو ما يبرز الاهمية التي يوليها جلالة الملك الى هذه الربوع منذ اطلاق هذه المؤسسة وهي تعمل على اطلاع الرأي العام سواء المحلي الوطني وحتى الامتداد الثقافي لهذه القناة والذي يمتد الى بلاد شنقيض وكذلك الى مخيمات تندوفة فالقناة تواصل عملها عبر تقديم خدمة اعلامية عمومية هذه الخدمة تتركز بالاساس على قضية الصحراء قضية المغرب والمغاربة الاولى كما ايضا تسعى هذه القناة من خلال الوسائل الممنوحة لها ان تبرز مسيرة التنمية بهذه الاقليم ونحن نعرف ان التنمية هي خيار لا محد عنه ولا تراجع عنه وهذا ما جاء في الخطب ملك الاخير وهذا ايضا يزيد مهمة هذه المؤسسة في ابراز كل المجالات التي تشملها التنمية والتقدم في شتى المجالات والميادين خدمة لساكنة هذه المنطقة وضمانا لرفاهية ساكنة هذه المنطقة والاستجابة لتطلعاتها المؤسسة اليوم في عمرها 17 سنة لا زالت وفية لمبادئها وفية لخطها التحريري وفية لكل مشاريعها وفية ايضا لمشاريع تكون ابناء هذه المنطقة في مجال الاعلام السمعي البصري وانتاج كفاءات اليوم الحمد لله تجول العالم وتعبر عن علو كعبها اليوم كذلك نتذكر فقيد هذه المؤسسة ومديرها ومؤسسها ده محمد الغضافة ونجدد الرحمات عليه الذي ترك ارثا غنيا بالمجازات غنيا بالنجاحات ونتمنى ان تواصل هذه المؤسسة عملها وتواصل نجاحها وتواصل ايضا نضالها في دربي السلطة الرابعة الاكيد اننا ولله الحمد والشكر واليوم ونحن نستحضر الذكرى السبعة عشر لتأسيس قناة العيون المنبر الاعلامي الجهوي الوطني الذي قدم بطبع الحال خدمة جليلة قدم خدمة جليلة لوطنه طيلة هذه السنوات سبعة عشر سنة الاكيد انها كانت ولله الحمد متميزة متميزة بتغطية مختلف الاحداث سواء وطنيا جهويا دوليا احداث ليكت على قضية الوحدة الترابية اللي تم التركيز عليها بشكل كبير احنا طيلة هذه السنوات ولله الحمد تكوننا على يد المرحوم رحمة الله علينا وعليه والدنا وصديقنا واخونا نتفقده اليوم بطبيعة الحال بالرحمة والمغفرة وجنات الردوان الاخ محمد لغضف الده الذي صهر طيلة السنوات الماضية على تكويننا في المجال الاعلامي الاكيد ان ابناء القاليم الجنوبي اليوم تكونوا في هذا الميدان ولله الحمد ودافعوا عن القضية الوطنية بكل قوة وبكل بطبيعة حال جهد يتوفروا عليه السنوات الاخيرة الحمد لله القناة مشات الحمد لله مزيان هذه السنة الحمد لله جهود جبارة بذلت على الصعيد القناة على اساس ان تكون تغطية اعلامية متميزة المختلف الاحداث الوطنية القضية الوحدة الترابية وكذلك المناسبة الوطنية الاخيرة التي هي الذكرى السالسة والاربعون المسير الخضراء المظفرة والتي عرفت نجاحا كبيرا ركزت قناة العيون على مختلف المشاريع والاوراش التنموية التي تعني الجهة والتي تندرج في طالب برنامج التنموي الجديد قدمت منتوج ولله الحمد متميز بشهادات الجميع ساكنة الاقاليم الجنوبية وطنيان مسؤولون كبار شخصيات قدمت منتوجة جيدا نجحت ولله الحمد في تغطية هذه الاحداث نسأل الله عز وجل ان نوفق بحول الله في القادمة من المحطات حتى نبرهن للجميع على كفاءتنا كابناء الاقاليم الجنوبية على قدراتنا كابناء هذه المنطقة في المجال الاعلامي حتى نسير طبيعات تطورات لشداء الميدان الاعلامي على المستوى الوطني